وفي ملف نجاح العراق في تدويل الانتهاكات التركية في مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة طارئة دان فيها وبالإجماع الاعتداء الذي طال مصيب برخ في محافظة دهوء وأسفر عن استشهاد تسعة مواطنين وإصابة ثلاثة وثلاثين أخرين حيث أوجز وزير الخارجية فؤاد حسين مطالب العراق أمام مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة مطالبا مجلس الأمن بإصدار قرار يلزم تركيا بإخراج قواتها من الكامل من كامل الأراضي العراقية كما طالب حسين مجلس الأمن بتوجيه إدانة قوية للعدوان التركي الذي استهدف المدنيين العراقين نوجز أمامكم سيادة الرئيس مطالب العراق من مجلس الأمن وكما يلي أولا إصدار قرار يلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية من كامل الأراضي العراقية حيث أن تواجد هذه القوات غير شرعي ولم يكن بطلب من الحكومة العراقية وليس هناك أي اتفاق أو اتفاقية عسكرية أو أمنية بهذا الخصوص ثانيا توجيه إدانة قوية تجاه هذا العدوان والعمل على ضمان مساءلة مرتكبي هذا الفعل الشنيع الذي استهدف المدنيين بوصفه تهديدا للأمن القومي العراقي والسلمي والأمن الأقليمي والدولي عبر تشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في هذا العمل العدواني اشتركوا في القناة